موسيقى السلام عليكم اهلا بكم اعزائي المشاهدين معنا في فقرة بيئتنا اليوم راح نسلط الضوء على معلم جيولوجي تقريبا ليس معروفا بما فيه الكفاية في محافظة الضفار تابعونا موسيقى 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 حفرة إذابة شيحيت والتي تقع بالقرب من مدينة الحق بولاية الطاقة هي واحدة من أربع حفر إذابة في محافظة الضفار أكبرها حفرة إذابة طيغ بحجم تسعين مليون متر مكعب بعد ذلك حفرة إذابة عتير بحجم تسعمية وخمسة وسبعين ألف متر مكعب بعدها تأتي من حيث المساحة حفرة إذابة شات ولكن أرقامها مجهولة تليها هذه الحفرة حفرة إذابة شيحيت والتي سنقدر حجمها في هذه الفقرة موسيقى موسيقى بالاستعانة بالدرون أو الطائرة الموجهة استطعنا تقدير أبعاد هذه الحفرة حيث أنها من حيث القطر في أقصاها تصل إلى حوالي 128 متر على 76 متر بمتوسط قطر علوي تقديري حوالي 102 متر أما في الأسفل هي غالبا أعرض من ذلك فقدرناها بحوالي 110 أمتار أما من حيث العمق فأعمق نقطة في هذه الحفرة تقدر ب60 متر ولكنها مائلة لذلك متوسط العمق يمكن تقديره بحوالي 55 متر وبمعادلة رياضية لحساب حجم هذه الحفرة استطعنا تقدير حجم الحفرة بحوالي 73 ألف متر مكعب ولكن تظل هذه الأرقام تقديرية وبحاجة إلى تأكيدات ودراسة معمقة يفسر العلماء حفرة الإذابة بأنها غرف كهفية إنهارت أسقفها مع عوامل التعرية ومرور الزمان وليست كما يظن البعض بأنها مهاون للنجوم أو الشهب أو ما شابه طبعا إذا كان نجم هبط على الأرض فهي غالبا ستنسف الأرض كليا فيرجى الحذر في وصف هذه الظواهر الجيولوجية يرجى الحذر عند محاولة رؤية أو تصوير هذا المكان لأن بعض النقاط قد تظن أن هناك موطئا للقدم وهو في الحقيقة فراغ قد يهوي بك إلى الأسفل وصلنا عزائي مجاهدين إلى ختام هذه الفقرة وختام فقرات بيئتنا أتمنى بأن أكون قدمت لكم معلومات جميلة وصورا جميلة ومناظر طيبة نلقاكم بإذن الله في الأعوام المقبلة في أمان الله